المبادرة هي نداء وطني من قبل السيد رئيس وزراء الأستاذ مصرف الكاظمي لوضع حل إلى هذه الأزمة اللي تأتي في ظرف استثنائي وظرف صعب مرعى البلد خلال الأيام الماضية وبالتالي القوة السياسية العراقية أتوقع أنها أكثر استعداداً سواء بالبيان الأول اللي صدر من الرئيس وزراء ولاق استجابة كبيرة من قبل قوة الإطار وقادته وكانت بيانات منفردة وليس بيان جماعي كان وهذا يعبر كذلك بالمقابل عن الرغبة الحقيقية بالدعوة اللي دعا لها سيد كاظمي أنه بالتنازل من أجل البلد وكذلك بالمقابل المضي بالحوار وكذلك بالمقابل سيد مقتدى صدر والخطوات اللي عمل عليها خصوصاً بدعم القوات الأمنية دعوة المتظاهرين والمحتجين لعدم الاحتكاك الحفاظ على المؤسسات الدستورية والحفاظ كذلك على المبنى العام لمجلس النواب وكذلك بالمقابل عدم الاحتكاك والاقتراب من مجلس القضاء الأعلى وهذا دلالة على دعمه كذلك بالمقابل لمؤسسة الدولة وكذلك بالمقابل القوى السياسية العراقية لاحظناه أنه تذهب بهذا الاتجاه ما يأدي أو يفسرنا حقيقة أنه شنو ثنايا هذا المبادرة حتى نفهم أنه ليش شنو الدوافع اللي أدت بالسيد الكاظمي إلى أن يذهب أنه هو أولاً المبادرة تأتي في ظرف استثنائي وصعب جداً وهذا هو الآن دور السيد الرئيس وزراء القادر عام للقوات المسلحة في لعب دور وطني كبير جداً وفي جمع القوى السياسية العراقية على طاول واحدة طبعاً الاستجابة أصبحت هناك استجابة داخلية واضحة جداً أنها تشمل وهذا جواب على سؤال حضرتك ليس تشمل فقط الإطار وكذلك التيار الصدري وإنما تشمل كل القوى السياسية العراقية من أجل الدولة والحفار على الدولة والنظام السياسي